أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام لعدد جديد من حصة عين وحدث انحراف خطير يعرفه الخطاب السياسي في الجزائر في الآوينة الأخيرة بعدما تحولت الساحة السياسية إلى حلبة صراع يتقذف فيها يتقذف السياسيون فيما بينها عبارات السب والشتم وأحكام التخوين والتخوين المضاد المستمع لخطابات السياسيين لا يجد فرقا بينها وبين كلمات أغاني هوات الراب فأين مشاكل ومشاغل وأين القضايا الوطنية من خطابات الطبقة السياسية إذن سأناقش اليوم هذا الموضوع مع ضيفي في الأستوديو الدكتور البروفيسور إسماعي المعرف خبير في أشؤون استراتيجية مرحبا بك أهلا وسهلا أستاذ ندخل مباشرة في النقاش في الأونة الأخيرة بروفيسور إسماعي المعرف بدنا نسمع خطابات خارجة عن الإطار وخارجة عن الموضوع عبارات السب والشتم تخوين مضاد من طرف الطبقة السياسية قرأتك بروفيسور إسماعي المعرف للخطاب السياسي في الجزائر أشكرا أعتقد أن الخطاب السياسي في الجزائر يعبر عن صورة من الابتذال السياسي الذي نشهده منذ مدة أعتقد أيضا بأن يمكن الخطاب السياسي سواء بالنسبة للأخطاب السلطة أو أحزاب الموهلات أو حتى بالنسبة يتكلم باسم النظام وحتى باسم المعارضة هو ينم أيضا على نوعية النشاطين وأيضا المتعملين في الحياة السياسية لأن اليوم الخطاب السياسي إذا كان يتم بهذا الأسلوب وبهذا الهزالة فأعتقد أيضا بأن هناك أسباب التي جعلت هذا الخطاب السياسي لا يرتقي مثلا بالنخب السياسي التي تتعاطي المشهد السياسي في البلد بطريقة التي نريد والطريقة التي أيضا يرضى عليها المواطن المتلقي لهذا الخطاب السياسي السياسي تقريبا في المجتمعات المتطورة والأنظمة السياسية الديمقراطية الخطاب السياسي يتميز بالرقي يتميز أيضا بالتنوع ويتميز أيضا بالاستجابة إلى كل القضايا التي تهم هذا المتلقي وهو المواطن وهو من ناحية السياسية نسميه الزبون السياسي هناك ما يسمى بالتسويق السياسي للشخصيات التي تتبوأ مكانة مثلا الأحزاب السياسية أيضا الذين يتبونون مكانة مناصب سياسية في البلد نعم سيد اسمع المعرفة الخطاب السياسي في الجزائر المتتبعين لاخطابات الطبقة السياسية سواء كما قلت من المولاة ومن المعارضة كما وصفت هذا الهزال السياسي لا يرى بأن الطبقة السياسية تهتم بمشاغل المواطن أو تهتم بمشاغل ومشاكل الجزائر أو البلد بصفة عامة مثلا الجزائر مقبلة على سياسة تقشف في أزمة مالية انخفاض في أسعى البترول كان من المفروض أن تكون خطابات الطبقة السياسية في هذه الفترة بالذات على الأقل تصوب في هذا الإطار في إطار نعم تنسجم مع ما تشهده الجزائر وتعرف ربما نزيد فقط بعد للخطاب السياسي تعرف أن في بعض الخبراء الذين ينظروا إلى الدول ومدى تقدمها واستقرارها وقدرتها أيضا على أنها تنتج قيم الحضارة والحداثة والإبداع إلى غدايك بمستوى الخطاب الذي يقدمه نخبها السياسي ونخبها الحاكمة وهناك أيضا ربما بعض من الخبراء الذين يشتغلون لصالح الكثير من مؤسسات التي تقيس مثلا قيمة الحياة السياسية بالنسبة للبلدان وتقول هذا بلد ديمقراطي وهذا بلد متطور وهذا بلد غير ديمقراطي غير متطور أحد هذا المعايير هو معيار الخطاب السياسي الذي يقدم وانت أشرت بشكل جميل ربما عندما سألت الآن أزمة التي تعاني منها الجزائر في مجالات كثيرة إلى غدايك لأن نجد إجابات في الخطاب السياسي من طرف المواطن لكل هذه الانشغالات إلى غدايك المواطن الذي يهمه هو أن تسب حزب يسب حزب أو زعيم حزب يشتم زعيم حزب آخر إلى غدايك لأننا الآن لا يستنفى في كوميديا أو في تراجيجيا معينة إلى غدايك يعني الرأب وحتى الرأي حتى هذا الغناء اللي ربما نقول بأنه هذا الشباب الذي يؤدي هذا الأغاني إلى غدايك هو غير ربما مؤهل من الناحية الفنية ومن ناحية الفكرية والثقافية إلى غدايك لكن ربما المأساة عندما تتعلق المسألة بزعيم حزب سياسي بوزير بوزير أول بزعيم نقبة عملية إلى غدايك واعتقد أنه هذا الابتذال وهذا التراجع وهذا الهزالة أنا مرده في رأيي هو كون أنه لما نوصل إلى مرحلة من الإنستاذ السياسي وأيضا عدم القدرة على أن المجتمع السياسي مثل المجتمع المدني أن ينتج قيم التي ربما تسهم في ترقية أداء هؤلاء السياسيون لأن اليوم تقريبا أحد أسباب عدم تقبل هذا المواطن وهو الزبون السياسي لكل الخطابات التي تقدم من المعارضة وأيضا من الأحزاب من المولاة إلى غدايك أو حتى من أقطاب النظام إلى غدايك وعدم إعطاه أي أهمية هو ليس هناك شخص يشد هؤلاء المواطنين بهذا الخطاب السياسي الراقي الخطاب السياسي الراقي هو أنك أنت تشعر بأنك لديك مسؤولية تدوى ريس بوصابيلي تسانتيما لما تتعلق في قضية وطن إلى غدايك لأن اليوم من المفروض لما تشوف مثلا خطابات سياسية لنخب سياسية موجودة في الدول المتطورة والتي حقت كثير من التقدم في الأداء السياسي إلى غدايك تجد بأن المفردات المستعملة في الخطاب السياسي التنوع الموجود في الخطاب السياسي لا ريشيز إنتاع الأفكار التي تطرح في الخطاب السياسي إلى غدايك تشعر بأن هذا البلد فعلا عايش على نبض التطور والحضار نعم سيد اسمع المعرف على قولك وعلى ذكرك المفردات المستعملة في الخطاب السياسي نلاحظ أنه في الأونة الأخيرة المفردات الأكثر استعمال في الخطاب السياسي من طرف طبقة سياسية هي عبارة تخوين يعني لماذا في الجزائر دائما سيد اسمع المعرف نذهب دائما إلى تخوين الآخر عندنا هذا السرعة وهذا ربما البساطة في تخوين الآخر مباشرة قال هذا معارض ليك يعني خائن وهذا عميل وهذا كذا لماذا سيد اسمع المعرف في الجزائر نستعمل كثيرا عبارة تخوين نحط يا فيطة في الخطاب السياسي أقول عندما يكبر الحقد يصور الوطن وعندما أيضا ليسنا مؤهلين أننا نقدم ربما الخطابات السياسية الراقية هذا دليل أن هناك ضعف في الحياة السياسية وفي تعطيل الحياة السياسية لأننا هنا نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لأنها مسؤولة على إنتاج هذا الخطاب السياسي أو دعني أقول الأداء السياسي لأن السياسي المفروض أن يضبط بقوانين وأيضا بمجموعة من القيم مجموعة من القواعد لن نترك هكذا من ينتمي الحياة السياسية لكل من هبه ودبه هذا يعود بين الحديث الأستثمع المعرف إلى ربما معايير تكوين حزب سياسي متاز متاز وحتى النخط نعم لأن اليوم تعرف أنه في النظام للأسف أنه خلينا ربما تكوين تشكيل حزب سياسي أو جمعية أو من ينشط في المجتمع المدني إلى غده كل من هبه ودبه المهم هو أن يصفق لطروحات السلطة والنظام وأعتقد أنه من يحكم في هذه البلاد هو مختأ تماما لأن اليوم الصورة هي ليست فقط أننا أدعم فلان أو ألان ولكن أيضا الصورة تنتقل إلى العالم الناس ينظرون إلينا وينظرون إلى الساعات بالكثير من الأسف وكثير من عندما يطلع وزير أو يطلع زعيم حزب سياسي لا يجيد حتى الكلام لا يجيد حتى أنه يضع المستنحات إلى غده يصبح تقريبا يتكلم وكان يتكلم اللغة الهيرغلافية أو الصينية إلى غده ولا يبلغ بطريقة التي تعرف الخطاب السياسي هو أنا بالنسبة لي هو قمة جمال الدولة تعرف أن ربما يمكن نعشق بلد ما من خلال زعيم السياسي من خلال خطاب لرئيس دولة تعرف أخيرا أحد المراكز في فرنسا قدموا دراسة نقدية حول خطب رؤساء الدول العالم الثالث وكان رأسهم طيب أردوغان يتميز بالقوة يتميز بالتنوع في الخطاب تشعر بأن البلد ليس تنفيطاليتي كين قوة كين حيوية أنه في الجهة الأخرى هو أنه المواطن يتأثر إجابا أو سلبا بنوعية الخطاب الذي يقدم أنا لما نتابع الحياة السياسية في الجزائر نشوف أنه بعض من الشخصيات السياسية إلى غداك الذين صراحة في رمشة عين من موقع اجتماعي بسيط جدا يصبح يتكلم باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كزائم حزب لأن الحزب هو مؤسسة مثل مؤسسة الدولة وعلينا أن نرأي الجانب المضمون مثل ما نرأي الجانب الشكري مثل ما نرأي الجانب المضمون نعم سيد اسماعيل معرف كذلك في هذه النقطة الكثير من المشاكل كثير من المشاغل تعرفها أو يعيشها المواطن الجزائري والكثير من القضايا الهامة التي كانت من المفروض أن تكون ربما مادة دسمة للطبقة السياسية أتكلم على المعارضة المعارضة تعيش ربما في جو تعرف فيه الجزائر نوعا من كما قلنا الكثير من المشاكل كان من المفروض أن تستثمر سيد اسماعيل معرفة في مثل هكذا قضايا هناك مشكلة في قطاع التربية مشكلة في انهيار أسعار البترول المشكلة الاقتصادي طبقة سياسية المعارضة على الأقل الطبقة السياسية المولاة تستثمر ربما في مساندتها للسلطة ولكن طبقة سياسية المعارضة كان من المفروض أن تستثمر في مثل هكذا قضايا حتى تكون لها تسويق سياسي تكون لها ربما قبول لدى الرأي العام ولكن طبقة سياسية نتكلم عن المعارضة لا تذهب مباشرة إلى عمق المشاكل التي يعيشها المواطن حتى الآن ربما نتهم الجميع ونضحهم في نفس القفة لا في بعض الشخصيات السياسية في المعارضة الذين يمثقلون الذين أيضا خطابات براغماتية خطابات أيضا تتناول الواقع ربما لا يقدمون في وسائل الإعلام بالشكل الكافي تعرفنا نحن درجنا منذ سنوات إلى غداك بأن ربما ما يراد أن يقدم في وسائل الإعلام الحكومية أتكلم عن التلفزيون الجزيرة إذا على الجزيرة بعض الصحف الحكومية إلى غداك فيختارون بعض من المقاطع وليختارون كل تدخل هذا السياسي إلى غداك بمعنى أن ما يصل إلى المواطن وهذا المشاهد إلى غداك قد لا يصلوا تقريبا ما يريد أن يقدموا هذا الزعيم أو هذا الرجل السياسي إلى غداك ولكن في الجهة الأخرى أنا أعتقد أيضا أن الأحزاب السياسية أصبحت تكوين حزب شيء سهل وأصبحت تكوين حزب سياسي أصبحت في رأيي لا تكتنث الدولة بضرورة أو السلطة بضرورة أن ربما مش كل إنسان ممكن أنه يتكلم في الحياة السياسية لأن أولا الحياة السياسية هي حياة عامة ولا تهم فقط معارضة وسلطة تهم الدولة الجزائرية تهم الأمة الجزائرية صورة بلد سوف تذهب إلى الخارج إلى غداك أنا أقول أيضا بأنه ليس تعرف الزعيم السياسي زعيم السياسي أو رجل السلطة إلى غداك في الدول المحترمة ورأوا ألاف من المستشارين يكتبون له وأيضا يصححون له ويقدمون حتى كيف يلبس وكيف يتكلم لأولوغارديزيو التسويب لأنه تعرف زعيم الحزب السياسي وأيضا رجل الدولة بشكل عام ورجل السلطة إلى غداك هو نجم ينطبق عليه كل ما ينطبق على النجوم في الفن وفي الكرة إلى غداك يعني فوسواني لماش لماش دو مارك تحضر هذا البوليتيسيا داخل تسويق سياسي تسويق سياسي وأعتقد أنه يمكن أعطيني مثلا حزب سياسي واحد سواء من الموالات أو في المعارضة إلى غداك لديه مركز أو حتى هيئة تقدم هذا التسويق السياسي لرجل الحزب إلى غداك يمكن في البلدان المتطورة أنه ممكن حزب سياسي ما عندهوش ثقل في الحياة السياسية ما عندهوش أيضا حتى قاعدة ولكن زعيم الحزب نعم صراحة يستطيع أن يقنع ويؤثر ويجلب من طريقة كلامه من قدرته على التسامح من قدرته على أنه يتحمل عبء الانتقادات ويعتبره كأنه لا شيء إلى غداك نعم جميل سيد اسماعيل المعرف أثرت نقطة مهمة ربما فيما يتعلق بالزعيم السياسي أو ما يعرف بقادة الرأي في الجزائر تعيش تصحر سيد اسماعيل المعرف تصحر فيما يتعلق بقادة الرأي فيما يتعلق بالخطباء الذين يجلبون هل هذا رجع سيد اسماعيل المعرف إلى ربما حالة الانسداد أو التعفن أو خلينا نقول حالة التجمد أو الجماد الذي يعرفه المشهد السياسي ما فيش تطور سيد اسماعيل أنا معك 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 تقريبا أنت أسألت ثم أجبت أنا فقط ندي منك الفكرة الأخيرة ونقول فقط نعود نرجعها مثلا في زمن الاحتلال الفرنسي وهذا شيء غريب كانت لدينا نخطة السياسية على مستوى من الأدان واستطاعت فعلا أنها تربك الاستعمار الفرنسي وأيضا لا تربكه فقط في الجبال والسلاح إلى غداك ولكن حتى في المفاوضات واتفاقيات إيفيان أنا في رأيي أحد يمكن أجمل البطولات الدبلوماسية الجزائرية ثم بعد الاستقلال رغم أننا كنا في حزب واحد وكان هناك مقامة للحريات وهو إلى غداك وهي في احتكار إلى غداك ولكن هذا لم يمنع معارضة وسلطة أن يكون نخطة سياسية على مستوى من الأداء الخطابة ضمدين رحمه الله مثلا كان مستطاع بعد القلاب ضد أحمد بن بلا وكان ليست لديه شرعية لدى الشارع ولدى المواطن الجزائر إلى غداك ولكن بفعل خطاباته بفعل الطريقة التي كان ينظر بها في عينيه بفعل أيضا الهندام الذي كان يتناول طريقة السيجار من هفانا وكيف كان يدير بها الخطب إلى غداك خطابات لتزال خادة إلى اليوم ساعت مع المعرفة نعم ثم ولكن الغريب أنه في التعددية الحزبية التعددية الحزبية وأنها شكلية إلى غداك لم نستطع أن نحصل على نخط مثل هذا تعرف نعطيك مثال مثلا تعرف أن في بعض من السياسيين الأسف أنهم لا يفرقون بين الحياة الخاصة وبين المزاج الخاص وبين المشاعر والعواطف إلى غداك وبين أن يكون زعيما سياسيا لأنه نعطيك مثال مشكل الإنسان يقدر يكون في الحياة السياسية لماذا؟ لأنه الإنسان يكون عنده مرهف الإحساس وتأثر بشكل سريع وأيضا يصبح مش قادر على التوحي هذا أحسن لو يقعد في بيته لماذا؟ لأنه نشوف الآن يعني كل ما يكون فيه انتقاد أنا شفت الأمين عام تاجب التحليل الوطني عمار سعيداني مع حفظ الألقاب طبعا وأنا أحترم كل الشخصيات السياسية صراحة أنه في الخطاب السياسي سي جدا لماذا؟ لأنه لابد تفصلي أو تفرق بين أنت كمار سعيداني كشخص وبين أنك أمين عام لحزم عريق وحاتيد اسمه جبهة التحليل الوطني من المفردات وأيضا الأفكار التي ترويج لها في الخطاب ليس فيها التجريح ولمس بشخصيات تكون على الأقل في مستوى وزن وثقة الحزم السياسي سيتمع المعرأة شوف ويستن تشيرشن صعد إلى كورسي رئيسات بريطانيا كان عمره 65 سنة وكان أول مرة امرأة في البرلمان البريطاني تكون نائبة وأيضا في العالم ولما كان ينتقد بشكل قوي في البرلمان فهذه البرلمان لم تستطع ولم تستغسر للطريقة التي كان يتكلم بها فخاذت الميكروفون وقالت له لو كنت زوجي يا سيدي لو وضعت لك السمع في الفنجان حتى أتخلص منك تعرف إجابته كانت إجابة اختبت سياسي قوي وراقي وتعبر على أن هذا الرجل هو نتاج مملكة المتحدة بريطانيا العظيمة إلى غداك قالها لو كنت زوجتي يا سيدتي لا شربت الفنجان بمعنى أنا مرحش في الجانب الشتم والشتم المضاد إلى غداك تعرف تشيرشل مثلا مانديلا عندما خارجه بعد 27 سنة سجن في جنوب أفريقيا دوكليرك زعيم البيض إلى غداك كان يعتقد بأنه عندما يخرج سيقدم خطابا ناريا خطابا أيضا ضد العنصرية ويتهم البيض إلى غداك فالشيء الذي قال قال 27 سنة وأنا في السجن كنت أذر في الدموع أنا الآن أن نفتح الشموع وأيضا نلعن الظلام ونمشي في إطار مصالحة واليوم نرى جنوب أفريقيا أين وصلت سيد إسماعي المعرف جنوب أفريقيا أين وصلت والجزائر أين هي الآن هل هذا المشكلة سيد إسماعي المعرف في الخطاب السياسي في ما يعرفه اليوم المشهد السياسي هذا راجع إلى النقص ربما التكوين فيما يتعلق بي الأحزاب السياسية أم أنه حتى السلطة لها ربما مسؤولية في هذا التصحة تعرف لما السلطة تقول عندي مليون ومئتين ألف طالب جامعي لما تقول عندي اثنين وتسعين مؤسسة جامعية عندي خمسين ألف أستاذ جامعي من المفروض أنه هذا التطور الكامي وليس يكفي كيف ينعكس على كل القطاعات إلى غداك لأن المشكلة الآن في الخطاب أنه فيه أولا تقريبا مشكلة حتى بالنسبة للاتصال المؤسساتي لأنه المفروض مثلا في الوزارات يكون هناك مثلا ناطقون رسميون باسم هذه الوزارات إلى غداك يجدون فنيات الاتصال وأيضا يقدمون تسهيلات بالنسبة لي من يتعاطى نعم بالعكس هذا مشكلة حقيقية إلى غداك والأسف أنه حتى اليوم مفروض الدولة الجزائرية أنها مثلا نتقل اسم الرئاسة نتقل اسم الخارجية الذي يستطيع فعلا أن يقدم خطابا سياسيا وبرغماتيا يحكي صورة البلد يحكي صورة المشاكل التي نعين منها وأيضا يكون ردود حتى لا يضطر أن دائما أن الوزير يتكلم والوزير الأول يتكلم وزير الخارجية وزير أي قطاع إلى غداك هذه من ناحية من ناحية ثانية هو أنه مثلا معاهد مثل التكوين العلوم السياسية أو الإعلام إلى غداك كان منفروض تشتغل على فكرة التكوين الميسمى بالمركتينج التسويق السياسي وأيضا أنه في القوانين الخاصة بإنشاء الأحزاب السياسية المجتمع المدني إلى غداك عليهم رشيد أنه يكون فيه إجراءات صارمة وأيضا شروط ليس كل منه ممكن يختحم حتى نستطيع أن نرقي من أداء هذا الخطاب السياسي سيد سمع المعرف نحن في نهاية الحصار لم يبقى لنا الكثير من الوقت هل سيد سمع المعرف ثم يقول بأنه بعض المتتبعين يقولون بأنه ما يحدث اليوم في المشهد السياسي هو نية ربما من طرف السلطة حتى تبقي على المشهد السياسي كما هو عليه تبقي هذا الهزال في المشهد السياسي يعني متعمد هذا التصحر في المشهد السياسي لا بالعكس أنا كنت أعطيت بقط لأنه المشاهد باشي يعرف فقط ما هو الخطاب السياسي هو التسويق السياسي ثم كنت راح ندير أسقط على لأنه لما تشوف وضع الحال نجد بأنه السلطة لا تريد حتى بالنسبة لا تريد لا وزراء أقوية ولا تريد بذا خطابات قوية إلى غداك ولا حتى حضور حتى ليؤثرون على من يحكم بين قوسين وأيضا في الجانب الآخر هي لما يكون فيه انغلاق سياسي لما يكون فيه أيضا قمل الحريات لما يكون فيه دولة لا تتعاطى معها ما يسمى بالمؤسسات وتعترف بالمؤسسات وتعترف أيضا بالمعارضة لأنه في بلاد العالم كلها أنه تعرف كاميرون في البريطانيا قال أدفعوا أموال زيدوا من ميزانية الأحزاب أو الجرائد والأحزاب التي تتولى أو تتبنى خيار المعارضة حتى تقوى السلطة نحن فيه قمع متواصل وفيه أيضا تضييق فلما يكون فيه تضييق وكذا إلى غداك فأعتقد أنه في الجهة الأخرى هناك أيضا تحي للفرصة من طرف أحزاب المعارضة حتى يقولون يمكن أقوى ما لديهم حتى ربما يوخزون هذا السلطة بشكل سلبي ولكن بالنهاية بالنهاية أنا شخصيا حزين بعد 53 سنة و54 سنة في الجزائر أننا لم نستطع أن نقدم نخاب سياسية قادرة فعلا أنها تقدم ما هو موجود من جمال في هذا البلاد وأعتقد أن حالة القبح الموجودة في الخطاب السياسي يتحملها النظام من مؤسسة الرئاسة إلى كل المؤسسات الدولة نعم شكرا لك سيد اسماعيل مراف الخبير في الشؤون الاستراتيجي على هذا النقاش المستفيد الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصات عين وحدث كان موضوع عدد اليوم الخطاب السياسي في الجزائر يقترب من أغاني الراب نهاية أسبوع موفقة ألقاكم يوم الأحد إن شاء الله سلام عليكم